بدون أي مقدمات إحنا معنا النهاردة صاحب أفضل رواية في 2018 خروب الرحماء أستاذ إبراهيم عيسى يلا بينا أهلا بك يا أستاذ إبراهيم أهلا يا عمر سعادة جدا أنا سعيد جدا سعيد جدا بوجودك وباختيارك للرواية فأفضل رواية في 2018 والعرضك الرائع لحروب الرحماء خصوصا أنك مسيت حاجات في الرواية محدش قبل كده أتكلم عنها كل أي عرض أو كتابة وده شيء لافت النظر لها جدا وقد كده يعني كان موضع إعجاب وتقدير للعرض جدا ها بقولك هي المناطق دي ها بقول لي شوفت الحلقة إزاي حد بعتها لك ولا جات قدامك صدفة لا أنا بعتت لي من أكثر من صديق وفي وقت متقارب ومتزامن جدا وأنا توليت بعدها أرسالها لكل أصدقائي لأن أنا كنت فقور بها وكان عرض رائع الحقيقة مش لأنه عرض تقييم إيجابي جدا للرواية بس لا كمان يعني كاشف مناطق في الرواية أظن أنه لم يتم ترق بابها ببساطة من آخرين فده كان شيء موضع تقدير مني جدا فضلا على أنه أنت عارف ساحات النقد في مصر محدودة ومتوضعة وقائمة طول الوقت على العرض أكثر منه على النقد وجزء كبير من كمان انطباعات عن الروايات انطباعات عاطفية ونابعة من موقفك من الكاتب بتحبه فالله عظيم جميل فضيع الرواية أو بتكرهه فحتى ما تقرأش تشتمها وتشتم اللي جابوه واللي جابها فيعني مسألة حتى انطباعات القراء في التعليقات كلها انطباعات يعني انطباعات يعني طالع من باب المشاعر مش الرأي والتقييم والنقد في حاجات لامعة ولطيفة حتى السلبي منها وفيها حاجات يعني ما بتضفلكش غير يعني قدر من الشتائم يضاف إلى طبور الشتائم فده عادي يعني تعودت علي أنا شخصيا يعني أعتقد كل اللي عاملين في المجال العام دلوقتي بيتضفتشوا كده بنزوقوا بالعافية يعني غير ما يعني قصود أو من غير ما يبقى فيه أي مبرر لكن في المحصلة أنا بالنسبة لي كموجود في مجال عام وراجل يكتب منذ فترة يعني ويتصدر في مشاهد جدلية كثيرة فطبيعي جدا ان أنا أتحمل رزاز اتهامات وهجوم أعتقد أنه ضريبة لازم تدفعها كواحد يحاول ينور في مجتمعه مش يغير لأنه حقيقة إحنا بدأنا كجيل الآن على الأقل يعني بدأت كجيل يحلم بالتغيير فانتهيت إلى أن أنا قانع بمحاولة التنوير وأتمناها أن تحدث فحيك وسط المشاغل دي بقى رأس في التحرير والآلام سواء في الراديو أو في التليفزيون غير طبعا المشاغل الأسرية بتلاقي وقت تكتب منين خصوصا أن سلسلة القتل الأوائل من الحجم الكبير يعني 700 صفحة و700 صفحة ولسه في جزء ثالث وقابلها 600 صفحة المولانا ده محتاج يعني التزام الشديد في الكتابة صحيح صحيح محتاج طبعا التزام الشديد في الكتابة ومحتاج كمان التزام شديد في البحث لأنه دي روايات تاريخية كمان حتى رواية مولانا رواية بازالت فيها جود في البحث كتير جدا لأنك متكلم في الشأن الديني وفي القطب الديني وفي الفقه الديني وبطلك بطل شيخ أزهري فمحتاج أنك أنت وتذكر البخاري وتذكر كل يعني المجالات اللي هتكتب عنها وفيها وتقود جواها فأنا أنا 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 شخص منظم جدا في حياة يومية ولو إحنا بنتكلم على الحروب الرحماء وقابلها رحلة الدم أنا كنت بشغل أربعة أيام في الأسبوع ويوم وأربعة أيام في الأسبوع دولة بشغل في التلفزيون بالليل والصبح في الجرنان لكن بدون أربعة أيام إراية وبحث أيضا في كل مذاكرة في الطور وبنكسيم يعني في الوقاعة اللي المفروض لنا هتصدى لها في الكتابة خميس وجمعة وثبت الكتابة التفرغ للكتابة لا تقل في الأسبوع عن ألفين كلمة يعني إحنا بنتكلم في كل شهر ما بين 8000 إلى 10000 كلمة حصل الإنجاز ده يعني فيه الصرامة دي كان فيه الصرامة دي أمتى بقى ممكن يكون الساعة واحدة الصبح اتنين الصبح ممكن يكون بعد مشاهدة فيلم يعني يوم الخميس كنت يعني فيه قانون عائلي كده إن أنا أمراضي نترجع على فيلم أجنبي بالليل هي تدخل تنام نعم هي طول الوقت نومها مبكر الساعة تصعى بالليل عشان تصعى 6 الصبح سواء مع الأولاد أو عشان تروح شغلها فأنا بعد الفيلم اللي هو بعد الساعة واحدة أبدأ أكتب في الروي وهكذا يعني ده المدة 3 سنين بانتظام شديد وأصارم وحتى لما يكون مسافر في مكان بلتزم من نفس الجدول ده فده عمل للإنجاز الكتابة يعني هل سمح الوقت المحدود ده بقراءة روايات تانية خلال العام وإيه اللي عجبك منهم لو كنت قريب طول الوقت أنا قارئ ملتزم زي ما أنا كاتب ملتزم كده قارئ ملتزم التزام جنوني مش التزام طبيعي يعني الأيام دي يمكن لأنه ما فيش يعني مشاغل كثيرة أنا ممكن يخلص كتاب في اليوم إراد إنما في العادة فيه كتابين بيتقيروا في الإسبوع كتابين وغالبا في مجالين مختلفين يعني إما لو أرى كتاب في التاريخ هيبقى كتاب تاني رواية لو أرى كتاب في سيرة ذاتية يبقى غالبا التاني هيبقى في علم النفس وهيبقى في السياسة يعني طول الوقت أنا في الإسبوع أرى كتابين بخلص كتابين وطول الوقت أنا عندي مكتبة في الحمام يعني يعني فأتصور إنه شغفي بالإرادة أحيانا يتجاوز كثيرا جدا شغفي بالكتابة أصلا فأنا قارئ حقيقي يعني ناهم وشغوف ومريض بالقراءة نيجي بقى لسلسلة القتل الأولى نيجي نوح هل دي كانت حلم يروض خارك من البداية بس عبت أن أنت تأجله لغاية ما تسقل موظبة الكتابة عندك وتقرأ أكتر ولا نتيجة الأحداث الأخيرة والسرعات العربية والأزمة اللي في المنطقة دي لها كم سنة شوف أنا من أعتقد من سنة 2006 كنت بقدم برامج تاريخ ديني في قناة دريم قدمت 30 حلقة بعنوان رجال بعد الرسول مش حول الرسول رجال حول الرسول كتاب خالد محمد خالد الكاتب العظيم كتاب رومانتيكية كده دينية يعني مش كتاب تاريخي بقدر محمد كتاب أو رومانسية تاريخية رجال بعد الرسول خاصة ليه بقى من هؤلاء رجال بعد الرسول 30 حلقة كل حلقة نص ساعة يعني حلقة 15 ساعة تلفزيونية بما يستدعوا من إرايات وبما يستدعوا من أبحاث وشغل ثم قدمت 30 حلقة بعنوان الرائعتين السيدة فاطمة والسيدة عائشة رضي الله عنهما وده برضو ما يستدعي المذاكرة ومدة 30 حلقة وزيعوا في رمضان يعني ثم قدمت 90 حلقة على 3 مواسم الرائعين أبو بكر وعمر تجربة أبو بكر وعمر من لحظة إسلامهم حتى ممتهم في 90 حلقة في نص ساعة يعني 45 ساعة تلفزيونية بما يستدعوا من إراية وبحث وأظن أنه يعني الحلقات دي يعني إحنا نتكلم دلوقتي في 150 حلقة غير 60 حلقة تانية يصوم الله أعلم كان حوارات مع شيوخ وعلماء ديني فالاهتمام الشديد بالشأن الديني وبالتاريخ الديني موجود منذ يعني تلفزيونيا منذ أكثر من خمس شخص سنة وأقل منها قليلة لكن الشأن الديني نفسه وشأن السياسي الديني نفسه موجود من اللحظة الأولى وأنا أنا أول كتاب أصدرته خارج كتب الأدب والفن يعني هو كتاب عمام وخناجر سنة 92 وده كان مجموعة مقالات كلها نقد في الخطاب الديني نقد فيما يقوله شاك الشعراوي فيه شيوخ زي عمر عبد الكافي كلام عن كناميها ظاهرات الشرائط الإسلامية التي تتبع على أصاد الجوامع فانتها الأمر بالمشهد ده من اللحظة الأولى أنت في غمار البحث الديني التاريخي فكل ده زمن تحصيل وتراكم وتقصي وتحري في تارتنا الديني وشخصياتنا الديني أضف إلى هذا أن أنا ابني ندرس لغة عربية بعتبر واحد من عمالقة اللغة العربية في مصر أبوي الله رحمه أستاذ سيد أيسا وكان أستاذ لغة عربية شهير جدا في بلدنا وفي المنوفية وهو عالم أزهري ولما حتى طلع على المعاشبة إمام المسجد ويعني ويؤوم المصلين حفظ القرآن بيختم القرآن تقريبا كل أسبوع مرتين يعني أي حياتي كلها علي أنه يمتحني في اللغة ويمتحني في تفسير القرآن ويمتحني في المراجع التاريخي روح جيب زمخشاري قولي الآية دي إيه يعني فالعالم ده كله هو العالم اللي أنتك في المخصدة رحلة الدم أو القتل للأوائل رحلة الدم هو حرور ورحمان إنما الفكرة النبتة الأساسية لها جات بعد رواية مولانا إنه الرواية أصلة للسلسلة دي ما كانش يسمعها القتل للأوائل كان يسمعها المبدئي بالنسبة لي أصل المسألة هو أي أصل المسألة اللي إحنا فيه واستهواني جدا فكرة إنه القتل الثلاثة عبد الرحمن بن مولجم وشريكي اللي نعرفهم بعد كده في الجزء الثالث وشوفنا النظارات منهم كده في الأول والتاني مين دول؟ يعني من الذي؟ دولة بقى الثلاثة اللي بيختالوا سياك من القتل اللي هي الحروب الأهلية والحصار كلم على الثلاثة الدولة؟ من صنعهم؟ من أين جاءوا؟ تتشف سطور محدودة للغاية تتعرض لهم وكلام منصور في كتب وصفحات بوصفحات بحيث أنك يعني من الصعب للغاية أنك أنت تجد تفصيلا واحدا في كتاب مكررا في كتاب آخر يعني وكمان سطر هنا سطرين هنا طيب مين أبن رحمان بن مولجم؟ حتى وقعت على السطرين اللي بيقولوا أنه كان واعز جيش عمر بن العاص ايه اللي بي جاي يغزو مصر؟ أو يفتح مصر حسب التعبير اللي انت عايز تعتمده يعني؟ ومن هنا حصلت الكشف الأول بقى أنه لأ هذا الرجل يستحق أن أسير خلفه فبدأ حالة القتل الأول وقررت أنه أشتغل على فكرة عبد الرحمان بن مولجم وشريكي توسع البحث جدا بقى طيب إما هنبدأ من الأول فتح مصر طيب فنقرأ ونشوف ونقرأ ونشوف تتكشف 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 حقائق ووقائع وأحداث تشكل العالم بقى الروائي والدرامي الكبير اللي اتعمل بيه السلاسية السلاسية وكيش السلاسية السلاسية كانت رواية واحدة هتكتب اسمها قتل الأوائل لغاية ما وصلت إلى ألف صفحة فكان من المستحيل ألف صفحة ولسه ما رحناش موقعة الجمل تقريبا ومن هنا جه فكرة أن أنا نقسمها أو أنا نقسمها إلى ثلاث أجزاء وتبقى سلاسية سألت صديق العزيز والنشير الرائع الأستاذ السيف سلماوي فوافقت بسرعة شديدة على أننا أنا هقف عند لحظة وكمل لأنه عشان كده حتى في عرضك للرواية أربعين ألف كلمة من حروب الرحماء مكتوبة مع رحلة الدم إنما توقفت عند اللحظة دي لأنه كان من المستحيل رواية دلوقتي في جزئيها ألف واربعين صفحة فمع جزء التالت فكان من المستحيل إنها يبقى رواية واحدة فعملناها سلاسية بدأنا رحلة الدم ثم أكملت ما بعد الأربعين ألف كلمة بقى حتى انتهت إلى حروب الرحماء السبعمائة للتانيين دون صفحة يعني وأنت فاكرة أنا ما أريدش الكتاب دا يعني أنا أريد كل ما يمكن أن تعتقد أنه يرد على أي حاجة أنا كتبها أريها أريها يا سيدي أريها بس أنا بقولك أنه صحابي بناء على البحث والمذاكر اللي قصدت يحارب المئة يوم اللي غيرت تاريخ البشرية الإسلامية أقسم بالله والله العظيم عمره أنا الكيبورد دا اتملت نوع وأنا مكتب أنا حصل اكتشاف لوفان العفان أحبيته كما لم أحب أحدا من قبل